على الرغم من إعلان جميع الكتل السياسية إطلاق يد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي في اختيار كابينته بكل حرية إلا أن تأخر المكلف في إعلان كابينته دليل على ضغوط ومطالبة تلك الكتل والأحزاب بالمحاصصة التي اعتادوا عليها منذ عام 2003 جئنا لخدمة المكون الذي انتخبنا هذه هي الذريعة التي تتذرع بها أغلب الكتل السياسية والأحزاب عندما تطالب كل من يكلف بتشكيل الحكومة بحصتها من الوزارات إلا أن تلك الوزارات أصبحت متاجرا لا تخدم إلا تلك الأحزاب ومصلحة المواطن العراقي غيبت أو أصبح اليسير منها فقط في آخر القائمة سياسيون حذروا من استمرار الصراع على السلطة التي يراها البعض مغنما لحزبه إلا أن كل من يقدم النصح بترك المكاسب السياسية لا يقصد بها حزبه بل يقصد بها باقي الأحزاب السياسية تفشي الوباء وارتفاع معدلات البطالة والخروقات الأمنية وتدهور الاقتصاد العراقي واستشراء الفساد ما هي إلا دليل قاطع على كذب كل من ادعى أنه جاء لخدمة الشعب العراقي الذي مضى على تظاهراته أكثر من نصف عام دون أن يسمعه أحد فهل ستتعظ الأحزاب من مصير كل من همش شعبه أم أن ضمائرها لم تعد تشعر بمعاناة المواطن العراقي ترجمة نانسي قنقر